وكما بينت لك عزيزي الطالب فيما مضى أن جلد الذات لا يصلح أبدا أن يكون علاجا للمشكلات أؤكد هنا في هذا الجانب من هذا الدرس على هذه القاعدة الأساسية في علاج المشكلات أقول كيف يتسنى لك عزيزي الطالب الذي أعدك لتكون داعية الغد كيف تواجه مشكلات الدعوة الخارجية وتحاول علاجها إن العلاج لا يكون بإبراز تلك المظاهر التي قلنا إنها سببا من أهم أسباب فساد الدعوة في الداخل والخارج وإنما لابد أن أضع أمامك شيئا من الملامح التي تستطيع بها أن تواجه تلك المشكلات وذلك يكون في هذا العنوان معالم في طريق معالجة المشكلات الخارجية وهو عنوان الدرس الثاني ويأتي حديثنا عن تلك المعالم وفق العناصر التالية إن العنصر الأول إبراز التقوى لقد لخص الحق تبارك وتعالى لعباده معالم معالجة مثل هذه العقبات مهما كانت وجعلها منوطة بأمرين متلازمين لابد منهما جميعا ولابد أن تلم بهما وأن تقف على حقيقتهما قولا وعملا أولهما التقوى وثانيهما الصبر أبدأ معك ببيان الملمح الأول التقوى لقد جاءت آيات الكرآن الكريم رابطة بين الأمرين في مجال معالجة العقبات والنجاة من كيد الأعداء ومكرهم يقول تبارك وتعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط كما يقول سبحانه لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور صدق الله العظيم انظر هنا ربط الحق تبارك وتعالى بين أمرين لا ينفك أحدهم عن الآخر في علاج تلك المشكلات الصبر والتقوى من أبرز مظاهر التقوى في مواجهة العقبات وعلائمها أقول الالتزام بطاعة الله أولا ليست التقوى عزيز الطالب كلمة نظرية تقال عارية عن التطبيق في واقع الحياة وإنما التقوى لها مفهوم هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضى بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل هنا ربط بين أساسي التقوى وهما الاعتقاد والتطبيق فمن بين مظاهر التقوى بعد أن يتفوه بها المؤمن ويتفوه بها الداعية أمام الناس وفيما بينه وبين ربه لابد أن يلتزم بها واقعا ملموسا بين الناس باجتناب ما نهى الله عنه ومن هنا عرفت التقوى بقولك أن لا يراك الله حيث نهاك وأن لا يفقدك حيث أمرك وهذا ما جاء في تعريفات العلماء ومن بينهم الإمام الرازي والإمام الطبري رحمهم الله قال تعالى فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون إياكم أن تسير في ركاب أولئك الذين يقولون قولا وتفارق أعمالهم أقوالهم يعتقدون أنهم بهذا دعاة نابهون ولكنهم ليسوا بهذا اللون الذي يعالج مشكلة من مشكلات الدعوة أيضا من أبرز مظاهر التقوى في مواجهة العقبات وعلائمها التواصي بين المؤمنين بالحق كما سبق وأن بينا في صورة العصر تبادل النصيحة والشورى فيما بين الدعاة وفيما بين المؤمنين التآمر بينهم بالمعروف والنهي عن المنكر أو التناهي عن المنكر أمر تعالج به المشكلات الخارجية يقول تبارك وتعالى كما بينا سلفة والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هكذا التواصي الترابط الأمر بالمعروف النهي عن المنكر تبادل النصائح والمشورة فيما يرتقي بالدعوة في مواجهة أزماتها الداخلية والخارجية من أبرز تلك المظاهر التي تأتي بها التقوى كذلك إتقان العمل الصالح نعم مشكلة كبرى أن تكون أقوال المؤمن بعيدة عن أفعاله أو أن يكون العكس بأن يقول كلاما ثم لا يطبقه العمل إتقان العمل الصالح والاستمرار عليه إنما هو مبدأ إسلامي عظيم وتوخي الحكمة فيما قال ربنا تبارك وتعالى وهو يشيره إلى أن الربط القوي بين العمل وبين القول يصلي لله يسجد بين يديه يبكي أمام الناس لكنه عند العمل يكون غشاشا ويكون أكالا للحرام ليس ذلك من سلوك المسلمين يقول الحق تبارك وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه أو إذا عمل أحدكم العمل أن يتقنه فالإتقان في العمل للأسف الشديد نراه الآن في دنيا الناس إنما هو سلوك الكفار وسلوك أعداء الله أما المؤمنون فهم أحرى بأن يكونوا كذلك والدعاة لابد أن يكونوا أحرى إلى التقوى وألصق بمفاهيمها ومظاهرها